من سيحسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ من الأقرب لمقعد الحكم الأمريكي؟ هل مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هارس أم الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترون؟ أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم الانتخابات الأمريكية يوم 5 نوفمبر المقبل عيون العالم كلها بتترقب هذا الصراع والتنافس على مقعد من يحكم البيت الأبيض أسئلة كتير حنحاول نجاوب عنها مع حضراتكم مع ضفنا اللي معانا على الهوى تليفونيا لدكتور رماك شرقاوي المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الأمريكي صباح الخير يا دكتور أنا مساهم صباح الخير يا محمد صباح الخير يا منا صباح الخير على جمهوركم الكريم يعني حابين في البداية كده أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الانتخابات الأمريكية حابين نتعرف على أهم المؤشرات الآن كيف تسير هذه المؤشرات في كافة أو في صالح ترامب أم هاريس وبرأيك يعني من الأقرب لمقعد الحكم في البيت الأبيض الله هو لستطلعات الرأية يعني بتبين أن فيه تقارب كبير جدا ما بين المرشحين يمكن بيتقدم بفارق 1% 3% الرئيس دونالد ترامب في بعض الولايات وتتقدم كاميلة هاريس بـ 1% في بعض الولايات يعني الاستراع زي ما بيقولوه يعني تناكي يعني متقارب جدا في استطلاعات الرأيية ولكن يمكن أن نلخص ما هو رغبة الشرق الأمريكي في من يحكم البيت الأبيض من يكون سيد البيت الأبيض اللي هيقدر يوفر الوظائف اللي هيقدر يحسن الاقتصاد ودعم الاقتصاد اللي هيقدر يعلم التضخم اللي هيقدر يفتح مجالات أمام الشركات الأمريكية أن تعود مرة أخرى وتكون في الوقت المتحدة الأمريكية اللي هيقدر يحمي الحدود الأمريكية من دخول المهاجرون غير الشرعيين اللي هيقدر يحسن علاقات الوقت المتحدة الأمريكية في السياسة الخارجية كل الكلام لكله بينصب رغبات المواطن الأمريكي هي اللي هيحسن حياته اليومية خاصة بعد الضعف الموجود في الاقتصاد الأمريكي على مدار أربعة سنوات الماضية والناس بالتأكيد يتاهموا بالتخصير جو بايدن وإدارته ومن هي إدارته؟ نعمة الرئيس كاميرا هارث صحيح فبعض الناس بتحمل كاميرا هارث بأتبارها هي موجودة في الصوت يعني أما بتقول في حملاتها الانتخابية أنا هعمل تحسين لإسكان في الولايات المتحدة الأمريكية وحبني 3 مليون مسكن طب ما بايدن قال حياتي 2 مليون مسكن وما بنيهمش وانت كنت موجودة معاكم لم تستطيع أن تبني 2 مليون حتى تبني 3 مليون فأعتقد الأقرب وفقا لتخيل الناخب الأمريكي وطلباته هو الرئيس ترامب لأنه الشعب الأمريكي يجربوا على مدار أربعة سنوات الماضية طيب دايما الناخب الأمريكي ما يذهب لسندوق الاختراع وهو عينه على الكرسي الحكم ويده على جيبه يعني بيقعد مستني من حيحسن أحواله هل ترامب ممكن تبقى له أفضلية بصفته يعني في الفترة في مرحلة ما قبل كورونا كان الاقتصاد الأمريكي متماسك جدا وكان ده منعكس على الشعب الأمريكي وبشدة فهل ممكن يدوله فرصة تانية يحاول يعيد تحسين الأوضاع الاقتصادية اللي هي حقيقي بيشكو منها الشعب الأمريكي في هذه المرحلة نتفق معاك يا من 100% اللي انتي قلتين بل هقولك أنه النهاردة بقى فيه مطلب شعبي يعني يكون ترامب هو في الحكم لأنهم يريدوا أن يكمل ما بدأوا الرجل يعني هقولك على حاجات عملها في فترته الانتخابية من 2016-2020 لجع اتفاعية نافتة اتفاعية نافتة كان بتجمع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكان دول مكسيك كانت بتعمل حساب المكسيك وكان ده على حساب الزارع والصانع الأمريكي لجعها وعمل اتفاعية جديدة بطرع مصالح الزارع والصانع الأمريكي خرج من اتفاعية TPP اللي هي مع 11 دولة أسيوية برضو كانت لمصالح الدول الأسيوية على حساب الصانع والزارع الأمريكي خرج منها خرج من اتفاعية المناخ وإن كانت كثير بعض الانتقادات على موضوع الاحتقال الحراري وانتطاع درجة حرارة الأرض ولكن هو كان له وجهة نظر إذا كانت النهاردة لغاية النهاردة الصين بتعتبر دولة نامية وفقا لاتفاقية التجارة العالمية الولايات المتحدة بيعتبروا الصين تاني أكبر اقتصاد في العالم لغاية النظر بيكملوها دولة نامية وبتأخذ فرص من الاقتصاد العالمي بيعتبرها دولة نامية ومع ذلك الصين بتفتح مناجن للفحم في هذه الأوقات في السنة اللي احنا فيها دي بيفتحوا مناجن جديدة للفحم داردين بعرض الحق تماما تفاقية المناخ طيب إذا كانت صيلة التزم لماذا أنا أنتزم؟ فانسحة بقى من تفاقية المناخ عمل إيه بقى يا منا؟ خلّى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج بالنفط في العالم يعني النهاردة كانت الولايات المتحدة كانت بتندج أكتر من دول الأوبيك في النفط وفتح ترخيص لنفط الصخري الفراكين في الولايات المتحدة الأمريكية والأوف شور دريلين إنه يبحث عن البترول على الشواطئ الأمريكية وأمريكا بتعجب النفط وبالغير فأعتقد أنه خلق الكثير من الفرص نزل سعر الطاقة والطاقة مهمة جدا يعني كل حاجة ده ممكن يعزز يعزز اختيار ترامب لدى الناخب الأمريكي يعني عايز أسأل حضرتك فيما يتعلق بالخطاب الإعلامي والسياسي لكاملة هاريس وترامب ويحن خلاص على وشك بداية انطلاق الانتخابات تبعنا يعني تراشق إعلامي وكلامي ما بين الكلا المرشحين كاملة هاريس بتتهم ترامب بأنه شخصية فاشية هي ترد وهو يتهمها بأنها شخصية طفلة صغيرة مدللة مثل هذه التعبيرات الإعلامية وهذا الخطاب الإعلامي إلى أي مدى برأيك يمكن أن يؤثر على سلوك الناخب الأمريكي حينما يتوجه إلى صنديق الاقتراع هو بالتأكيد الناخب الأمريكي يريد مصالحه ويريد من يحقق أماني وأحلامه وتموحاته فحاملة ترامب لذيها برامج وسؤالنا عن برامجها سنعمل هذا في الاقتصاد سنعمل هذا في حماية الحدود سنعمل هذا في علاقات الخارجية سنقوم بحرب غزة سنقوم بحرب أوكرانيا وهم بالتأكيد أثار على الاقتضاد العريم على الاقتضاد الأمريكي نحن الثانية في حاملة كاميلة هاريس الهجوم على شخص ترامب ترامب متهم في جناية في جناية شخص ترامب يعني كل هجوم كاميلة هاريس ينصب على شخصه وشيطانة ترامب وده كمان أدى إلى حالة الاحتقام أدت لمحاولة ثلاث محاولات ارتيحة هلدي فيه التأثير على الناخب على الشرع الأمريكي خصوصا في بعض الولايات المتأجهة بتأكيد هو بتؤثر الذين لم يقرروا بعد لمن سوف يعطوا أصواتهم اللي هو بتسموها يعني لم يعني 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 عن سوف يعطي صوته للجمهورين ينتظروا اللحظات الأخيرة وكل الحملات الإعلانية والإعلانات اللي بتتم في التلفزيون والكثير من الكادب اللي بيتحط في هذه الإعلانات ومحدش بيقدر يصححه ومفيش وقت بتصحيحه يعني مفيش شك من الإعلان دي العبدور كبير بتحديد من هو سيد البيت العبدور طيب في أصوات مش هتدي لترامب ومش هتدي في نفس الوقت لكامل هارس تفتيت الأصوات ده هيروح لصالح مين وهل ده ممكن بشكل أو بآخر يؤثر على شكل نتيجة لأن الكثير بالذات من التجمعات العربية والإسلامية شايفة موقف الإدارة الأمريكية الحالية أو موقف ترامب من الهجوم على غزة والهجوم على فلسطين والعنف اللي بيمرت ضد الفلسطينيين ده غير أدمي بالإضافة طبعا لأصوات تانية متعطفة فالكتلة العربية والكتلة الإسلامية أعتقد أنها لن تعطي سواء ترامب أو كاملة هل ده ممكن يعمل تفتيت للأصوات أنا أعتقد أن برضو بنتكلم على الكتلة العربية أنها لها تأثير كبير العرب والمسلمين يعني الشرحتين الموجودية في الهجوم المتحدة الأمريكية بيمثل واحد ونصف في المية من أصوات الانتخابي يعني ليس لديهم هذا التأثير الكبير جدا ولكن لديهم تأثير في بعض الولايات إحنا عندنا الولايات بتفرق بواحد في المية يعني يمكن الفروض ما بينهم ليه بقى ليه لأن المجمع الانتخابي خلاص يعني الولاية يعني ولاية كاليفورني عندها 52 مقعد في مجلس النواب ومقعدين في مجلس الشيوخي بعدها 54 ممثل انتخادي اللي هو المجمع الانتخادي فإذا فادت كاميرا هارس بـ 50 في مية زاد واحد من أولاي كاليفورنيا من أصوات للتصويت الشعبي تحصد الـ 54 صوت مجمع انتخادي وده بالتأكيد يقربها من الرقم السحري 270 صوت من مجمع انتخادي حتى تصبح رئيسة الانتخادي فكل صوت يفلع معاكز ولكن يعني التأثير ليس بهذا الدخامة وإن كان أنا رأعتقد أن العرب والمسلمين أقرب إلى أن يعطوا الصوتهم إلى ترامب من كميلة هارس بعد تصريحات كميلة هارس لقالتها أن نحق إسرائيل الدفاع عن نفسها ولكن عليهم أن يتوقف الحرس في عدم قتل مجيد من الندمين فأعتقد التصريح ده كان له يعني كونشة كبيرة جدا على كميلة هارس وعلى حملتها أيضا عندما قالت لم نصمت عما يحدث في غزة وصمتت وصمتت كثيرا يعني بقالها ثلاث شهور لغاية دلوقتي لم تحق حالة الصمت اللي هي قالت لن نصمت ما يحدث للمدنيين في غزة لذلك المدنيين في غزة يقتلوا النهاردة متوسط يعني من 70 إلى 80 شهيد يوميا في غزة من مجازل الجهسر وطبعا ده بالتأكيد أثر بالسلب على حمل كميلة هارس ترامب كان ذكي ترامب قال هناك أمور فضيعة تحدث على الجانبين يعني وصف مع عدد 7 أكتوبر من شيء فضيع ووصف أيضا ما يفعله بنيمين نتنياهو بالشيء الفضيع بل قال أن رد الفاعل لبنيمين نتنياهو وجيش الاعتداء وليس بفاعل إسرائيلي على غزة كان فقط كل التوقعات فأعتقد أنه كان حريص طبعا المتابعة متوصلة ومستمرة لهذا الحدث الأهم أو الانتخابات الأهم في العالم يعني ليس فقط من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية لكن اختيار رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية ده بيستدبعه يعني نظرة إلى السياسات العالمية وأماكن الصراع المختلفة في العالم ومنها طبعا منطقة الشرق الأوسط نشكرك شكرا جزيلا دكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي